بمناسبة عيد القديس أنتونيوس البدواني شفيعي حراسة الأراضي المقدسة ترأس الأب فرانشيسكو باتون حارس الأراضي المقدسة القداس الاحتفالي الذي أقيم في كنيسة دير المخلص في القدس بحضور غبطة البطريار بير باتيس سابت سابالا والمطران وليام الشوملي وحج كبير من المؤمنين ولد القديس البدواني عام 1195 في لشبوني بالبرتغال من عائلة نبيلة وغنية سمحت له بالدراسة في وقت كانت الأمية شائعة وانضم بعد دراسته إلى جمعية الصليب المقدس في بلاده وأعجب بحياة الرهبان الفرانسيسكان الذين التقى بهم كما أعجب الرهبان ببلاغته ومعرفته بالكتب المقدسة قام القديس أنتونيوس بالتدريس والوعظ وأصبح الرئيس الإقليمي لشمال إيطاليا وفي عام 1920 أعلنه البابا بني ديكتوس الخامس عشر شفيعا لحراسة الأراضي المقدسة اشتركوا في القناة